تعالوا أقول لكم على ثلاث حاجات ممكن نعملها عشان ترجع الرحمة في شوارعنا وفي بيوتنا تاني على فكرة الشارع دايماً ليه باب مفتوح على البيت والبيت ليه باب مفتوح على الشارع أنا أقول لكم حاجة زايما البيوت بتربي الشوارع بتفتح مجال عشان اللي ربنا عليه أولادنا يعيشوا بيه في الشارع فالشارع لو مفوش أمان البيت مفوش أمان الشارع لو مفوش أخلاق البيت مش هيكون فيه أخلاق وعشان كده مش هينفع نخلي أولادنا عايشين في كابسولة عايشين في مكان معزول عن الحياة أولادنا بيمشوا بسرعة ويتعرضوا للخطر في الطريق فالطريق هو كمان جزء من أمان أولادنا تعالوا نأمن الشارع نأمن الشارع بايه؟ لو سمحتوا نرجع زي الزمان تاني لما يلاقي حد خليك كل يوم كل يوم انه كده كل يوم ان انت تشيل ازة من الطريق تشيل ازة ومش لازم يكون الازة ده وتحجر في الطريق ممكن يكون الازة بنا قدم بيعمل حاجة مش مناسبة كلمة حلوة تقولها له وتنصحه ان الطريق ده مش مكال لهذا الازة وتساعد حد بيتعرض لخطر احنا عندنا اشكال كتيرة جدا ممكن نحمي الناس في الشارع يبقى اول حاجة لو سمحت شيل الازة من الطريق لازم انت عبادات زي بالضبط صلاة النفر زي بالضبط صلاة النفر انتو فاكرين ان حديث الرسول الله سلم مش فاكرين حديث الرسول الله سلم الذي قال كان الله في عون العبد ما كان العبد وفي عون اخيه ارجوك خلي عينك في الشارع لما تكون عندك خمس دقائق وبتمشي ببطء فيها عشان انت الخمس دقائق دي فاضي فيها بص في الطريق لو لقيت حد كبير في السن ساعدوا او ده بالضبط تجديد الايمان مش حضرت النبي قال جددوا ايمانكم بقول لا اله الا الله جددوا ايمانكم برحمة العباد جدد ايمانك كل يوم جدد ايمانك بعون لحد محتاج عون ده يخليك حاسس بانك انت اتغيرت وبقيت انسان مختلف حاجة التالتة بقى احنا عايزين ندعو دعاء اسم دعاء الامن في الطريق بندعيه عشان ربنا سبحانه تعالى يأمن ونقول يا مولانا يا من انت معنا في كل وقت وحين نسألك ان ترزقنا ايمانا في قلوبنا ونورا لبصائرنا حتى نكون امانا لعبادك وحتى نكون عونا لهم فنريهم يا مولانا بجميل فعلك فينا جمال ودك ولطفك بعبادك اجمعين يا رب العالمين امننا في بيوتنا وفي طرقاتنا بجميل هباتك فانك الجواد الكريم يا رب العالمين يا رب اجعلنا في امانك اجعلنا في رحمتك وانا استمر نقاوم توحش الشوارع عشان احنا عايزين شوارعنا مترجع مرة تانية امان ومليانة دفع ومليانة رحمة ومليانة جمال